مرحبا عزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو هذه الحلقة سوف نقصصها لشرح الحملات العنيفة التي تمارس ضد الشحينات المغربية المحملة بالخضروات والفواكه في كل من إسبانيا وفرنسا ولماذا أصبحت التجارة المغربية مستهدفة من الجميع فكلنا يتذكر كيف تعرض العديد من سائقي الشحينات المغربية في الأقاليم الجنوبية قبل عقود إلى العنف من عناصر لجبهة البوليزاري ثم أصبحوا يقيمون مظاهرات ويقطعون الطرقات لعرقلة التجارة بين المغرب وأفريقيا وصولا مؤخرا إلى رفع الجانب الموريطاني للأداءات الجمركية على الشحينات المغربية وكنت قد خصصت حلقة عن هذا الموضوع يمكنكم متابعتها ستجدون رابطها في صندوق الوصف أسفل هذه الحلقة وبناء على ما سبق ذكره يتجل لنا أن التجارة المغربية في الشمال مع قارة أوروبا أو الجنوب مع قارة أفريقيا تشهد عرقلة واضحة وهذا ما يدفعنا للتساؤل لماذا يتم استهداف الشحينات المغربية دون غيرها في إسبانيا وفرنسا وما هو موقف الاتحاد الأوروبي من هذه العجامات ولماذا أصبح المغرب مستهدفا في تجارتها الخارجية وما هي الحلول التي يتبعها المغرب لتجاوز هذه المشكلة كل هذا وأكثر سوف أشرح لكم بعد هذا الإنترو أنا حمد القروي برنامجكم عرب شو أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المتابعين خاصة نجد منكم بالاشتراك الآن في القناة لأن اشتراككم مهم لتقدمنا ويساهم في تطوير عملنا وهي موجودة بكل اللغات يمكنكم وضع الترجمة فيها ونعود لموضوع حقتنا والذي نستهله بما قالته المفوضية الأوروبية تعليقا على العرقلة والاعتداءات التي واجهتها مجموعة من الشحينات المغربية المحملة بالخضر والفواكه إن الحق في الإضراب والاحتجاج هي حقوق أساسية يحترمها الاتحاد الأوروبي بالكامل كما يجب ممارستها وفقا للقانون والنظام العام الذين تكفى لهما سلطات الدول الأعضاء وأوردت المفوضية أنها تدين كافة أشكال العنف والإيهانة في هذا الصدد كاشفة بذلك أنها لم تتلقى أي احتجاجات أو شكاوي رسمية منها السلطات المغربية بخصوص ما تعرضت له الشحينات في إسبانيا وكذلك فرص وأشارت المفوضية ضمن جوابها إلى أن التجارة الزراعية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تم تأثيرها بما في ذلك الكميات والأسعار في اتفاقياتنا التجارية الثنائية وأكدة أنه يجب أن تمتثل المنتجات المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي لقواعد الصحة والصحة النباتية في الاتحاد من أجل حماية صحة المستهلكين واعتبر المصدر ذاته أن التجارة الزراعية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب متوازنة ففي بعض السنوات يصدر المزارعون المغاربة إلى الاتحاد الأوروبي أكثر مما يصدرونه المزارعون الأوروبيون إلى المغرب وفي بعض السنوات يصدر المزارعون الأوروبيون أكثر لافتة إلى أن تجارتنا حيوية لاقتصاداتنا وأمننا الغذائي ومنذ أسابيع تعرضت العديد من الشاحنات المغربية لعملية عرقلة واعتداءات في تاريخ 14 فبراير الجاري ووجدت أزيد من 25 شاحنة مغربية محملة بالخضار والفواكه عرقلة في السير بشكل متعمد من قبل العديد من الجرارات الإسبانية التي يقودها مزارعون غاضبون من المنافسة الخارجية وفي تاريخ 13 فبراير الجاري تعرضت أربع شاحنات مغربية في مدينة خيريز الإسبانية لعملية إطلاف لعلامتها الجمركية التي تمكنها ميناء المرور عبر نقاط المراقبة الجمركية المتمركزة في مداخل مختلفة ميناء المدن الإسبانية وعرفت الحدود الفرنسية الإسبانية في التاريخ ذاته عرقلة لشاحنات مغربية يصل عددها التقريب إلى 40 شاحنة وهذا رقم ضخص إذ بعدما انتهت من تفرغ حمولتها من الخضار والفواكه ورغب سائقها في العودة عبر الطريق السيارة الإسبانية لم يستطيع ذلك في ظل عرقلة المحتجين الإسبان وهو الوضع الذي ما زال على حاله إلى حدود اللحظة ومنذ أسبوع هدد مزارعون بالجزيرة الخضراء الصادرات المغربية في سياق استمرار الاحتجاجات ضد المنافسة المغربية التي تؤرقهم بسبب جودة المنتجات وانخفاض سعرها ويعتبر المزارعون الأوروبيون أن الصادرات المغربية تؤثر عليهم بشكل سلبي كما تغيب منها شروط السلامة فيما يرى المصدرون المغاربة أن عملية التصدير تتم في ظروف قانونية وصحية وفي إطار المنافسة الشريف وهذا هو الرأي الأرجح لأن الاتحاد الأوروبي لا يمزح مع هذه المعايير وسبق وان أكدت وزارة الفلاحة المغربية أن الاحتجاجات التي تتم في أوروبا لا تؤثر على الصادرات المغربية بل فقط تقوم بتأخير وصولها إلى وجهتها ويشار إلى أن الاحتجاجات الأوروبية تأتي في سياق استمرار الجمركية الموريطانية على الخضر والفواكه المغربية على الرغم من تطمينات وزير خارجية نواك الشط خلال حلوله بيئة المغرب وهذا أدى إلى انخفاض أسعار الفواكه والخضروات في الأسواق المغربية ورغم أن هذا الخبر يبدو جيدا لأن المستهلك المغربي يستفيد منه لكن هذا لن يكون جيدا في المستقبل أولا لأن التصدير يجلب العملة الصعبة للبلاد وإذا انخفض التصدير ستنخفض قيمة العملة وهذا سيؤدي إلى ارتفاع مشط في الأسعار ثانيا المزارع المغربي حينما يصدر الفواكه والخضروات يربطها بالأسعار في أوروبا والتي تكون باليورو وهذا يوفر له عوائد مالية مهمة وإذا باع بضعاته بالدرهم المغربي في الأسواق المغربية فإن هامشاء الربح يتقلص وهذا يدفع العديد من المزارعين إلى التخلي عن مجال الزراعة أو تقليص المساحات المزروحة وهذا على المدى القريب يعني بعد عامين أو ثلاثة سيؤدي إلى تقليص في العرض مع ارتفاع في الطلب ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني لأن المغرب سيضطر إلى استراد حاجياته من الخضروات والتي سيشتريها بالعملة الصعبة ما سيجعل أسعارها مرتفعة مقارنة مع المقدرة الشرائية للمغاربة ولكن هذه المشاكل التي تتعرض لها التجارة الخارجية المغربية خاصة مسألة اضطرابات التصدير للفواكه والخضر أدت إلى كبحة التضخم عند 2.3 في المغرب حيث وصلت معدلات التضخم في هذه السنة لتستقر عند زائد 2.3 في المئة خلال أول شهور هذه السنة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية وذلك بعدما تم تسجيل انخفاض في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بسفر فصل 6 في المئة بسبب تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بناقص 0.9 بالمئة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بسفر فصل 3 في المئة وربطت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية صادرة عنها تراجع معدل التضخم خلال يناير الماضي إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2021 بسبب يزمة كورونا ويتعلق الأمر خصوصا بأثمان الخضر التي انخفضت بـ 9.6 بالمئة مقابل ارتفاع أثمان السمك وفواكه البحر بحوالي 4 بالمئة والفواكه بسفر فصل 6 بالمئة وكذلك القهوة والشاي والكاكاو بسفر فصل 4 بالمئة واللحوم بسفر فصل 3 بالمئة أما فيما يخص المواد غير الغذائية فأهم الانخفاضات كانت في المواد الصيدلانية والمحروقات كما أن موجة التضخمية بالمغرب لم تعد بالحد التي كانت عليها في إبريل 2022 ذلك أن تلك السنة انتهت إلى معدل تضخم وصل إلى 6.6 بالمئة قبل أن يتبطأ إلى 6.1 بالمئة متمماء السنة الماضية كما تجدر الإشارة إلى أن أسعار المحروقات والمواد الأولية والغذائية شهدت من جهتها استقرارا عند مستوى معين وهذا لا يمكن أن نقول عنه أنه منخفض لأن أثمانها تعتبر مشط لأنه لا يعرف تزيدا ما أدى إلى تراجع نسب التضخم بشكل متواصل وحسب التوزيع الجغرافي سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك أهم الانخفاضات في وجدة بـ 1 بالمئة وفي الدار البيضاء بـ 0.8 بالمئة وكذلك في القونيتر وبني ملال بـ 0.7 بالمئة وأكادير ومكناس وكلميم والحسيمة بـ 0.6 بالمئة أما الرباط وطنجفة بلغت فيها 0.5 بالمئة ومراكش والدخلة والرشيدة حوالي 0.4 بالمئة وفي تطوان 0.3 بالمئة بينما سجل ارتفاعا في العيوم بالنسبة ذاتها وهذا التباطئ يبقى ظرفيا ولن يدوم طويلا بسبب أن التجارة المغربية الخارجية تشهد عرقنا واضحة في هذه الفترة كما دفع الخنق الذي بات يذيق على مصدر الخضر والفواكه المغاربة بعد الاحتجاجات الحادة من قبل المزارعين في أوروبا إلى الدعوة إلى التعجيل بحل أزمة الجمارك الموريطانية باعتبار الغرب الأفريقي الخيار السليم في الوقت الحالي لبعض السائقين والتجار ولا تبدو القرى الأوروبية لدى بعض المصدرين منفذا آمنا في سياق التصعيد الذي تخوضه النقابات خاصة في إسبانيا إذ يهدد مزارع جزيرة الخضراء الصدرات المغربية فيما يصر مهنيون آخرون على ودوء الأوضاع هناك والرغبة في الحفاظ على السوق الأوروبي وبين أوروبا وغرب أفريقيا يترقب المصدرون المغاربة مصير سلعتهم التي تعرف الوفرة في الوقت الحالي مع ارتفاع درجة الحرارة فيما ظهر بعض العرقنة والاعتداءات التي عرفتها الشاحنات المغربية في القرى العجوز أن معبر الكركرات إلى دول غرب أفريقيا المكان المناسب وأكثر جذبا في حالة انهيار السد الضريبي لنواك الشق وتزامنا مع هذا النقاش بينا المهنيين عقد بعضهم لقاء مع علي خليل ولجهة الدخل ودي الذهب اليوم الثلاثاء تناول موضوع تنظيم المروض عبر معبر الكركرات والرغبة الواضحة للمصدرين في تعزيز التواجد في غرب أفريقيا وفي خضم هذا الاجتماع تقول بعض المصادر المهنية إن أزمة الجمارك الموريتانية قد تحل بعد ثلاثة أشهر وهو أمر يزيد من تقوية أملهم لأن المهنيين المغاربة دائما كانت لهم رغبة في الحصول على منافذ متعددة لا تقتصر فقط على منطقة الأوروبية أو الأفريقية بعين كما قال رئيس الجمعية المغربية لمصدرين مختلف المنتجات إلى أفريقيا والخارج إن المصدرين عاجزين ومتخوفون بشكل كبير من الذهاب نحو أوروبا فلا أحد قادر مجددا على تحمل الخسائر خاصة أن بعض البضاء قد تم أكلافهم وأضف هذا الرئيس أن المصدرين لهم رغبة قوية في الذهاب نحو الغرب الأفريقي فهو المكان الآمن بالنسبة لهم وعليهم نطالب من السلطات أن تسرع وطيرة حل أزمة الجمارك مع الجارة الجنوبية للمملكة المغربية وأورد المهني ذاته أن رغبتنا بالتركيز على أفريقيا تندرج ضمن رؤية العهن المغربي لإعطاء قارتنا مكانتها المناسبة بما يعني أننا ذاهبون دائما في سير تبلوماسي الجنوب جنوب وتشهد دول الاتحاد الأوروبي كلها تقريبا خروج مئات الجرارات في الشوارع الرئيسية احتجاجا على القوانين الأخيرة التي تمت المصادقة عليها ففي ألمانيا مثلا عطن مئات المزارعين المعارضين لخطة خفض الدعم لوقود الديزل بجراراتهم الوصول إلى مطار فرانكفورت الأهم في اندلات قبل أسبوعين حسب ما أعلنت شرطة المدينة وقدرت الشرطة عدد الجرارات التي شاركت في التظاهر بنحو أربعمائة جرار في حين أحصد جمعية مزارع ولاية هيسن ما يصل إلى ألف جرار كما حدث نفس الأمر في روما وفي فرنسا حيث تعارض النقابات الفلاحين الوروبيين التوقيع على الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي والدول الأمريكا اللاتينية الأعضاء في الميركوسور حيث تتفاوض دول أمريكا اللاتينية مع دول الاتحاد الأوروبي منذ سنوات على هذه الاتفاقية التي تعثرت بشأن القضايا البيئية ويرفضها المزارعون الفرنسيون بشكل خاص بسبب خطرها على المنافسة لأن تلك الدول تنتج بأرخص الأثمان ومنتجاتهم قريبة للمعايير الأوروبية وهذا سيؤدي إلى إفلاس العديد من الفلاحين في الاتحاد الأوروبي لذلك نجد هؤلاء المزارعين يقومون باعتراض الشحينات المحملة بالمواد الفلاحية من خارج الاتحاد الأوروبي ويصبون جامع غضبهم لأنهم يرون فيها تهديدا مباشرا لأرباح أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة إذا أعجبتكم هذه الحلقة فاشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس لأن هذا يساهم في تطويرنا وكالعادة تجدون حلقات عرب شو تأتيكم كل يوم خميس وأحد على الساعة الخامسة بعد الزواج بتوقيت الريباط كان معكم حمد الطروي برنامجكم عرب شو